لكن لو قلنا أنه الله آب وإبن كمان ممكن يكون متناقض لأنه ما بيكونش يعني آب وإبن في شخصية واحد فعلا لكن عشان كده أكنوم الآب غير أكنوم الإبن غير أكنوم الروح القدس عشان كده احنا بنقول الله واحد من جهة جوهره ما يسمى في الكتاب الجوهر في عبرانين واحد أو اللهوت في كلوسي واحد وفي أعمال سبعتاشر اللهوت هو الله في جوهره لكن هذا الجوهر الواحد مؤقنم أو معين معين كلمة عربية في ثلاث أكنوم أكنوم اسمه الآب أكنوم اسمه الروح القدس أكنوم اسمه الابن ودي مش أبوة وبنوة جسدية لأنه دي أحد أخطاء الفهم أنه واحد يعتقد أن أكنوم الآب تزوجه وأن جاب أكنوم الابن حاشا ده كلام كفري لا نقبله